اشتركوا في القناة تم الاستعانة في اعداد هذه الخطبة بكتاب الادب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه الكريم ورفعنا لك ذكرك واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين وبعد فان الصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم دليل الحب وباب القرب وعلامة على صدق الايمان واجابة لامر الله تعالى لنا في كتابه الكريم حيث يقول سبحانه ان الله وملائكته يصلون على النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وللصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم فضائل عظيمة ومحاسن جليلة فهي دليل كرم النفس وسخاء المشاعر فالكريم من ظهر حبه على جوارحه فانطلق لسانه بالصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم والبخيل محروم من ذلك كله حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصل علي ويقول صلى الله عليه وسلم إن أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصل علي والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بركة المجالس وسبب لرحمة أهلها يوم القيامة حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله ولم يصلوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا كان مجلسهم عليهم تره أي حسره وندامه ونقصانا يوم القيامة إن شاء عفى عنهم وإن شاء أخذهم ومن فضائل الصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم نيل رحمة الله وعميم فضله بكثرة الصلاة والسلام عليه فقد قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فأطال السجود قال أتاني جبريل قال من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه فسجدت لله شكرا فما أعظمه من فضل وما أكرمه من شرف ومنها نيل شفاعته صلى الله عليه وسلم في الآخرة حيث يقول صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة ويقول صلى الله عليه وسلم أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة ومنها استغفار الملائكة حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصلي علي إلا صلت عليه الملائكة ما صلى علي فليقل العبد من ذلك أو ليكثر ومنها مغفرة الخطايا والسيئات ورفعة الدرجات حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحطت عنه عشر خطيئات ورفعت له عشر درجات وعن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه قال أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما طيبا نفس يرى في وجهه البشر قالوا يا رسول الله أصبحت اليوم طيبا نفس يرى في وجهك البشر قال صلى الله عليه وسلم أجل أتاني آت من عند ربي عز وجل فقال من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات ورد عليه مثلها الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين إن من فضائل الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كفاية الهموم ومغفرة الذنوب فعن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل أجعل لك من صلاتي فقال ما شئ قلت الربع قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قلت النص قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قال قلت فالثلثين قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قلت أجعل لك صلاتي كلها قال إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك ومنها تشريف المصلي عليه برد رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم السلام عليه حيث يقول عليه الصلاة والسلام إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمة السلام ويقول صلى الله عليه وسلم أكثر الصلاة علي فإن الله وكل بي ملكا عند قبري فإذا صلى علي رجل من أمتي قال ذي ذلك الملك يا محمد إن فلان ابن فلان صلى عليك الساعة ولا شك أن فضائل الصلاة والسلام على سيد الأرام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا تحصى ولا تعد فمنها ما ظهر ومنها ما يجل عن العد والحصر إذ لا يدرك كنهها ولا عميم بركتها إلا من ذاق فمن ذاق عرف ومن عرف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ويكفي ملازمها راحة النفس والبال وطمأنينة القلب وانشراح الصدر وتذوق حلاوة الإيمان حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين واحفظ مصرنا وارفع رايتها في العالمين ترجمة نانسي قنقر